موجز لهم الأنباء من قناة الاقتصادية الأولى توجه اليوم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تابون إلى جمهورية إيطاليا وبحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية فإنه بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جورج ياميلوني توجه اليوم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تابون إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تنعقد في بار الإيطاليا من 13 إلى 15 جوان الجاري طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالكريم بن مبارك رئيس الجمهورية عبدالمجيد تابون التارشح لعهدة ثانية وفي كلمة له بمناسبة افتتاح اجتماع اللجنة المركزية اليوم بالعاصمة قال بن مبارك أمام الحاضرين باسمكم جميعا واعتبارا للحصيلة الإيجابية المحصلة وعلى أكثر من صعيد فإننا نلتمس من رئيس الجمهورية الترشح لعهدة ثانية وقع مجمع سونتراك اليوم الخميس اتفاقية مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية وفي كلمته بالمناسبة قال رئيس المدير العام لمجمع سونتراك رشيد حشيشي أن مذكرة التفاهم مع شيفرون خطوة مهمة لخلق شراكة بناء في مجال المحروقات مضيفا أن هذه الاتفاقية ستوجه شركتنا لتجسيد الفرص والاستفادة من قطاع الطاقة والمحروقات وأكد حشيشي أن هذه الشركة تثبت اهتمامنا المشترك في مجال التطوير والاكتشاف أكد سفير كندا بالجزائر مايكل كلان يوم أمس أن بلاده تأمل في إقامة شراكة قوية وذات منفعة متبادلة مع الجزائر مشيرا إلى إجراء محادثات ثنائية مع السلطات الجزائرية من أجل تجديد اتفاقات أقول ثنائية تتعلق بعديد قطاعات التعاون وأدلت دبلوماسية الكندي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية خصصة لمشاركة بلاده في الطبع الخمسة وخمسة من معرض الجزائر الدولي والذي سيتم تنظيمه من 24 إلى 29 جوان الجاري بقصر المعارض بالجزائر وفريادة كشفت دارة مولودية الجزائر اليوم في بيان عبر موقعها الرسمي على منصة فيسبوك على انطلاق عملية بيع تذاكر مبارتها ضد مولودية وهران ضمن الجولة الأخيرة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس وأوضحت دارة النادي العاصمي في البيان أن تذاكر المبارات أصبحت متاحة حاليا لأنصار الفريق على منصة تذكيرتي تجدر الإشارة كذلك لأن بطل الدوري سيستقبل مولودية وهران هذا الجمعة بملعب نيلسون منديلا ببراقي نهاية المجز مشاهدينا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر